الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أهلا ومرحبا بكم في اللقاء العاشر من لقاءات هذه السلسلة الطيبة المباركة أو ده اللقاء ممكن نخليه التاسع ويبقى لقاء السيدة صفية رضي الله عنه وأرضاها يبقى اللقاء العاشر ويبقى لنا سيرة السيدة ميمونة بنت الحارس هذا اللقاء سيكون بإذن الله تعالى عن أم المؤمنين جوائرية بنت الحارس رضي الله عنه وأرضاها وعن أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان أو رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاها طبعا إحنا كده ماشيين بترتيب معين الزوجة الأولى هي خديجة رضي الله عنها أرضها ثم تفانة سودة تمام بنت زمعة ثم عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها أرضها تمام وحفصة بنت عمر بن الخطاب الزوجة الرابعة والزوجة الخامسة زينب بنت خزيمة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها أرضها والزوجة السادسة أم سلمة رضي الله عنها أرضها ثم زينب بنت جحش رضي الله عنه أرضاها ثم بين أيدينا اليوم جويرية بنت الحارث وأم حبيبة وبعد كده الزواج بصفية ثم ميمونة رضي الله عن الجميع عايز أقول تنبيه على الدرس الماضي الدرس الماضي تكلمنا عن زينب بنت خزيمة رضي الله عنها واتكلمنا على زينب بنت جحش رضي الله عنه أرضاها حعلق تعليه علشان الناس تبقى فهمة ان بعض زيجات النبي عليه الصلاة والسلام فيها خلاف خلاف في السنة السنة اللي تزوج فيها تمام عشان كده ممكن حتى تلقىو خلاف في بعض الزوجات مين قبل مين بس أنا عايز اتبت مع زينة بنت خزيمة رضي الله عنه ارضاه عشان أنبه ان فيه خلاف معين حيفرق معايا في الخلاف في السنة اللي تزوجها فيها النبي عليه الصلاة والسلام ممكن احنا كنفسي تاخدوا بالكم موضوع دمر الفاتت بس انتم هاكُش مركزين فاكرين احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الزواج زينب بنت خزامي والنبي عليه الصلاة والسلام كان سنة تلاتة من الهجرة صح تلاتة من الهجرة والمشهور انه هو كان في رمضان سنة تلاتة من الهجرة ولو احنا قلنا انه في رمضان سنة 3 من الهجرة ده حيبقى في حاجة انه لازم عشان اقول انه هو تزواجها في رمضان سنة 3 من الهجرة يبقى لازم نقول ان زوجها كان فاكرين عبيدة ابن الحارس عبيدة ابن الحارس لان احنا لو قلنا ان زوجها هو عبد الله ابن جحش عبد الله ابن جحش مات في غزوة احد معنى كده ان زوجها لو عبد الله ابن جحش هو اصلا مات في شوال سنة 3 من الهجرة على اعتبار ان غزوة احد كانت فيه شوال قطعا سنة 3 من الهجرة فلوه تزواجها بعد موت عبد الله ابن جحش يبقى المفروض هتستنى 4 اشهر و 10 يبقى المفترض كده الزواج كم سنة 4 من الهجرة طيب اللي حيقول انه هو تزواجها في رمضان سنة 3 من الهجرة حيلزم من كده من يقول إن زوجها كان عبيدة بن الحارس اللي هو مات في غزوة بدر وكده يتبقى عادي ومنطقي لكن ما ينفعش نقول إن هو إن زوجها عبدالله بن جحش وفي نفس الوقت تزواجها في رمضان سنة ثلاثة من الهجرة تمام يبقى يا دا يا دا تفاهمين أنا بحاولة فاهمكم حتة حلوة حتفهموها عموماً عتبسطكم عموماً في فهم التاريخ والسير إن أنت تركز وإنت بتقول تاريخ عشان ما تقولش تاريخين أو معلومتين متعارضين مع بعض إن أنا لو قلت إن هو من كتير كده من كتب السير أو كتب التاريخ تقول إن الزواج بزينب بنت خزيمة كان في رمضان سنة ثلاثة من الهجرة طيب مع التاريخ دا ما ينفعش نقول إن زوجها عبدالله بن جحش واللي حيرجح إن زوجها كان عبدالله بن جحش مش عبيدة بن الحارس حيلزم يقول إن الزواج كان سنة أربعة من الهجرة إن إحنا لو قلنا إن زوجها مات في أحد ده معا كان مات في شوال سنة ثلاثة من الهجرة فلو قعدت بعدين أربعة شهور يبقى زي القعدة زي الحج يبقى كيد دخلنا في سنة أربعة يبقى زواجه بالنبي عليه الصلاة والسلام كم سنة أربعة ناكن لو إحنا قلنا إن هو إن هي تزوجته في رمضان سنة ثلاثة يبقى لازم نقول إن زوجها كان عبيدة ابن الحارس رضي الله عنه وعرض اللي هو مات في غزوة بدر بس أنا بنور مخكم للفكرة وارتباط في معلومات بترتبط ببعض فأنت لازم تكون مجمع عشان ما تقولش معلومتين عكس إيه عكس بعض فهمتوا حاجة؟ طيب دي كتة حتة كده للناس اللي بتحب التاريخ يعني طيب إحنا معنا دلوقتي زوجة جوائرية بنت الحارس رضي الله عنها وارضاها والله تعالى أعلم النبي عليه الصلاة والسلام تزوج جوائرية بنت الحارس سنة خمس من الهجرة سنة خمس من الهجرة هو نفس العامل اللي النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم تزوج فيه زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها تمام؟ عموما جوائرية بن الحارس خلينا نبدأ بعنوان كده وبعد كده حنفهم ليه العنوان دوت جوائرية بنت الحارس يكفي شهادة عائشة رضي الله عنها وارضاها حين قالت ما أعلم امرأة ما أعلم امرأة قد كانت أعظم بركة على قومها من جوائرية بنت الحارس خليها ناخدوا الكلمة دي وإحنا كده مش فهمين أي حاجة وعلي كده نحكي قصة وناخد فوائدها ونعرف ليه السيدة عائشة آه 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 آه�대 الكلام دوت قالت ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جوائرية بنت الحارس خلاص نقف مع الكلمة دي نعديها وعني رجعي لها تاني ساعة ما تعرفوا السبب هتبسطوا قوي من السبب أول حاجة من جوائرية بنت الحارس مين أبوها ومين قومها وإيه قصتها وكيف بدأت حكايتها وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام وصلها يلا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وركزوا معايا في القصة جوهيرية بنت الحارس مين الحارس تمام مين الحارس الحارس هو الحارس ابن ابي درار اكتبوا اول معلومة الحارس ابن ابي درار مين الحارس ابن ابي درار دوت سيد قومه سيد بني المصطلق اكتبوها المصطلق صاد وطاء بني المصطلق دي لسه ما وصلناش في السيرة لسه شوية سيد بني المصطلق تمام هم اسموهم كده بني المصطلق ده سيد قومه ودي بنته تمام جوهيرية بنت الحارس لسه مش مسلمة ولا ابوها مسلم ولا اي حاجة تمام فبنت سيد القوم فاولا تخيلوا بنت سيد القوم اعتبت عاملة ازاي بنت سيد القوم جوهيرية بنت الحارس يا جماعة كانت اولا جميلة جدا خلاص نمرة اتنين كانت رائعة في الاخلاق في الادب في كل شيء كانت مميزة بنت سيد القوم والانسان حقيقة خليها نقف مع الفايدة ديت الانسان بي دايما بيعني بيعجبه في العرب حاجة ان المرأة كلما شاروا فنسبوها شاروا فتأخلاقوها كلما ايه شاروا فنسبوها شاروا فتأخلاقوها فيقول لك بنت سيد القوم فتلاقيها شريفة يقول لك شريف يعني ايه خلق رهيب حياء رهيب ادب رهيب سطرة عالية جدا ما تكشفش اي حاجة والانسان بيبقى يعني زعلان ان عندنا دلوقتي بناتنا كلما المرأة نسبها علي كلما للأسف اخلاقها نزلت فتلاقي بنات الناس اللي هو مثلا المناصب العالية بنات الناس الاغنية للأسف اديكوا عارفين الحال لبس عامل ازاي اخلاق عامل ازاي طبعا الا ما الرحمة ربي فيه ناس ما شاء الله مية مية لكن الغالب للأسف دلوقتي كلما المرأة شرفت في النسب او شرفت في المال كلما يساوي الحرية والتحرر من الثياب بل ودنوة في الاخلاق والصحوبية وحاجات ممكن تصل للفواحش كمان في بعض المستويات لكن سبحان الله العرب المرأة كلما شرفت كلما كانت لها ابوها رجل له منصب او سيد في قومه او كانت غنية كانت تتميز بشدة الحياة اكتمال في الثياب اكتمال في الاخلاق مفيش حاجة اسمها حرام ولا علاقات ولا الكلام ده خالص وانما تكون مرأة عشان كده ده في الحقيقة وده شرف المرأة فالمرأة رسالة رسالة اقول لكم رسالة بقى حلوة اتعجبكم المرأة اذا حافظت على حيائها واخلاقها عارف العرب كان العكس المرأة الوضيعة اللي هي كانت فقيرة وكده والاماء والكلام ده كان يكسر فيهم سوق الخلق وكانت المرأة ممكن ممكن تقع في الفواحش ممكن تقع في زنة ممكن مهماش ثيابها عاملة ازاي تمام فالعايز اقوله رسالة جميلة بقى توصل لنا ان الحقيقة ان الشرف في الاخر اخلاق فممكن يكون معانا دلوقتي او احنا او حد فينا فقير لكن اخلاق واخلاق ابناء الملوك بنت حجابها وحياءها اخلاقها وادبها دي النوع ده حجابك ده مع حيائك مع اخلاق دي كانت بنت سيد قومه في زمن العرب والعكس العكس لو بنت بنت مين في مصر او بنت مين في اي دولة او غنية بس لبسها مقطع تلبس عريان مصاحبة ولاد سيئة الخلق صليطة اللسان دي اخلاق الاماء في زمن العرب المرأة الوضيعة المرأة اللي هي ما كانش لها ايما في المجتمع او المرأة الفقيرة جدا كان ممكن يبقى دي اخلاقها فاحنا دلوقتي بقى عندنا سبحان الله حال فقير واخلاق ملوك وحال ملوك واخلاق فقراء فاشتروا احوال الملوك واخوال السادة واخوال اصحاب النسب العظيم فلو حتى انت ماديا او ابوكي راجل متواضع او مفيش حاجة يعني مش عائلة كبيرة اوي او ابويا مهنته متواضع او احنا فقراء ممكن باخلاقك تشرف ابوكي ممكن بلبسك تشرف ابوكي ممكن بحياك تشرف ابوكي اللي يشوفك يقول دي بنت بنت ناس طيبة وفي واحدة تانية تعر اهليها تبقى بنت راجل محترم ابن ناس وبنت عيلة وغنية جدا بس سبحان الله بازت لبسها علاقتها بتمشي مع ولاد بتعمل ممكن تزني ممكن تشرب ممكن تعر اهلها في الساحل يقولوا دي بنت مين دي دي ما تربتش رغم ان ابوها راجل كويس وراي الكبارة ويا سلام لو اجتمع الاثنين بقى بيبقى دا السكر بقى ان واحدة تكون فعلا بقى شريفة في النسب وشريفة في المال وشريفة في الاخلاق دي بقى فعلا دي بنت الملوك الاصلية بقى دي بقى بتبقى زي السكر كده دي بقى ايه جمعة المحاسن كلها سبحان الله يعني فاللي عايز اقوله عشان كده احنا بنقول انا لو خيرت بين احوال الملوك المادية واخلاق الملوك لا ناخد اخلاق الملوك ولو فيه اللي اتنين حلو لان المرأة تنكح لاربع يا السلام لو هي حسب وناسب ومال ودين مية مية لكن لو دين ومش لاقي مال ومش لاقي حسب اظفر بذات الدين تاري بات يدك عشان كده العرب كانت المرأة يعني شوف جوايرة بنت الحارس خد بالك هي دلوقتي كفرة وابوها كافر صح؟ بس المعدن نضيف قوي تربية عالية جدا عشان كده دي مجرد ما اسلامت على طول وصلت لمنزلة امات المؤمنين ممكن تقولي دي مش عائشة بنت ابي بكر طب حفصة بنت عمر ماشي طب عائشة بنت ابي بكر ماشي طب خديجة ماشي طب سودة ماشي ده جوايرية بنت الحارس بتعشوف دلوقتي الحارس ده عامل ازاي الحارس ده كان عدايا الاسلام فيها بنت عدوه من عدايا الاسلام طب ازاي مرة واحدة بيتقوم من امات المؤمنين المعدن نضيف قوي خياروكم في الجاهلية خياروكم في الاسلام فديت فيه ناس كده جماعة حتى بنتشوف الموضوع ده في الالتزام فيه ناس ولاد ناس قوي ولاد ناس متربيين بجد يعني تحس انه هو ما بيصليش هي حاجة بها مش تمامة تمام ما بتصليش بس متربية قوي بيت ناس قوي الكلمة بحساب الحركة بحساب لا ما ملهاش في الشمال هي اه حجابها مش تمام بس هي مش قليت الادب ما بتصليش بس هي لا ما عندهاش لا الصح صح والغلق بس هي تايهة عن شوية حاجات دي بقى او ده لما ربنا بيهدي ويوتوب بيبقى حاجة روعة في الهداية يا بخت وبقى ده بيبقى حاجة فعلا كنز انه الاصل نضيف والمعدن جميل وكمان تحط عليه الهداية بيبقى تركيبة كده مبهرة لان انت في حاجات توفرت في اهل ربه فوفروا لك ثلاث اربع السكة فضلي بس يلتزم حجاب صلاة بتاع دعوة ووف تبقى حاجة جميلة تمام كذلك بص المرأة دي متربية تربية عالية جدا ابوها سيد قومه فدي مجرد ما اسلامت بوم وصلت بقى شبه امهات المؤمنين عشان كده دي حاجة نصيحة خدها عليش انا انتو عارفين بفتفض معاكو شوية بس هي نصيحة عامة جماعة نصيحة عامة لما نحاول قدامنا اختيارات لو قدامنا اختيارات في الزواج سواء في الرجال او في النساء دوروا على الاصل وركزوا على ولاد الناس اللي عندهم اصول اللي عندهم حتة الصح والغلط قوي ديت حتى لو ما كانوش في الاول ملتزمين قوي بعد كده التزموا بس دول بتلاقي لهم كده ايه مزاق خاص لا الكلام بحساب الناس دي تعرف في الزوء تعرف في الاخلاق تعرف تقدر الناس مواقف كده صغيرة بتحسزك لا فيه تربية هنا عارف اللي الناس لما يقول لك فلن ده متربي عشر مرات يعجبني قوي دوروا على الناس المتربيين عشر مرات دول ويا ساء لو لقيت لقيته فيهم ملتزم او اتفرطه فيه ده بيبقى تحفة تعرفين بقى لما فيه مشكلة اصلا في التربية وبعد كده بقى فيه التزام بيبقى فيه مقاومة جديدة يعني بيبقى الشخص ده بيحاول يبقى كويس مهزر قوي بيقعد يعاني فترة في التزامه بس فيه كتير منهم بينجح وبيقى تمام واحيانا بقى فيه مع بعض المشاكل كده بتاخد وقت في الليه في الحل مو يعني ده نصيحة سريعة كده بس عايز اقول لكم جوايرة ابنت الحارس بالتناس قوي يعني بالتناس قوي تربية عالية جدا يعني المهم كانت مازالت على الكف وبقى حنشوفه الحارس ابن ابي درار ده قصته ايه مع بعض دلوقتي خلينا نشوف هي اتجاوزت مين هي اتجاوزت ابلكده اه اتجاوزت فعلى فكرة النبي عليه الصلاة والسلام ما خدش وحدة بكر في حياته في حياته إلا عائشة رضي الله عنه أرضاء كل زوجاته كانوا أرامل كان متجاوزين ابلكده وازواجهم ماتوا ماتوا عنهم وده هنتكلم عليه كمان شوية اولا مين اللي اتجاوزها اتجاوزها مسافع ابن صفوان مسافع راجل اسمه مسافع ابن صفوان وده كان من خزاعة ده كان زوجها الأولاني طبعا بني المصطلق دول قوم كده يعني حوالين المدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام العهد المكة عدى وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وبنى المسجد وعمل الإخاء وبدأ بقى عمل معاهدات مع اليهود ومشية الحياة وغزوة بدر وغزوة أحد وبدأ يعلو ويكبر شأن النبي عليه الصلاة والسلام وطارت بني قينقاع حصل مشاكل مع بني قينقاع طاردهم مشاكل مع بني النظير وطاردهم وبدأت العرب حول المدينة تشعر بالخطر النبي عليه الصلاة والسلام شأنه بيكبر وبقى فيه خطر كبير عليهم وبالتالي بدأ الناس تتحرك وهنا بدأ يتحرك الحارث ابن أبي درار ويشعر بخطر على نفسه وعلى قومه وقرر أنه يواجه النبي عليه الصلاة والسلام ويحارب النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى قبائل العرب لكي يجمعوا الجموع ويوحدوا الصف لكي يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا دي البداية يعني سبحان الله ربا ضرت النفعة ولعل المنحة تكون داخل المحنة أبوها ده داخل يحارب النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كالعادة وزي ما شفنا في السيرة كتير قبل كده شفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ميزة رهيبة جدا دايما بنشوفها أنه هو عمره ما كان رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يبدأ على طول يعمل الفعل بمعنى وأبو ثانيا عنده استخبارات عالية جدا جدا النبي عليه الصلاة والسلام لما الحارس بن أبي درار عمل كده كان الخبر وصله كان ليه عيون في كل حتة عليه الصلاة والسلام بينقلوله الأخبار إلا حوالين المدينة وصلوا الخبر بسرعة النبي عليه الصلاة والسلام لسه هنستنى لما يجلنا الحارس النبي درار جمع الجمعة وجمع الصحابة وقرر إنه هو يغزو بني المستلق وخد معاه السيدة عائشة في الغزوة دي وفعلا تحرك النبي عليه الصلاة والسلام في جيش من الصحابة يلا بينا حنروح بني المستلق علشان نغزوهم الحارس النبي درار عرف إن النبي عليه الصلاة والسلام تحرك أرسل عين هو كمان أرسل عين عشان يعرفوا الجيش عامل ازاي حجمه عامل ازاي الصحابة ابضوا على الراجل العين اللي هو بعته الحارس ابن ابي درار وقتلوه وعشان يخوفوا بني المصطلق وصل الخبر الى بني المصطلق وصل الخبر الى الحارس ابن ابي درار وطبعا خاف والعرب اللي كانوا متجمعين حواليه خافوا لدرجة نمس ابوه سبحان الله وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام وصل الى بئر ماء في بني المصطلق بئر الماء ده اسمه ايه اسمه المريسيع المريسيع يعني عشان كده في السيرة هتلاوه في كتب السيرة اسمها غزوة بني المصطلق واسمها غزوة المريسيع ايه المريسيع ده اسم الماء اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصل اليه ده اسمه هو الماء كده تمام زي ما نقوله مثلا نفورة المنشية يعني ايه اي حاجة فهو الماء اسمه المريسيع فالغزوة تسمى المرايسيع وبتسمى بني المصطلق زي مايقول كده اسكندرية والمنشية ما أحيانا ممكن نقول حادста المنشية حادسة اسكندرية فهي ما بتسمى بنony المصطلق زي سكندرية كده وتسمى المرايسيع باسم الماء اللي وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام حضر جيش قوي كان عمل كتيبة للمهاجرين وكتيبة للأنصار كتيبة المهاجرين كان عليها أبو بكر الصديق كتيبة الأنصار كان عليها سعد بن عبادة وحيخش دخل على بني المصطلق وفي ديارهم فما هم مفروش تمام؟ وفعلا بدأ يحصل معركة لكن معركة كانت بدأت بالنبال فبدأ الفريقين يرموا بعض بالنبال والموضوع ما طولش فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمل عليهم حملة رجل واحد فكانت النصرة وقتل منهم كتير قتل من بني المصطلق عدد والباقي استسلم واتأثر فحصل أسر كبير في الرجال وحصل أسر كبير في النساء والأطفال وحصل غنائم ضخمة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام لكن المهم في القتل أهم حد ختل بالنسبالي هو زوج جوائرية بنت الحارس اللي هو مسافع ابن صفوان اتأتل في غزوة بني المصطلق فكده جوائرية خلاص بلا من غير زوج تمام؟ فجوائرية بنت الحارس كانت في السبي يبا كده احنا عندنا طب تعالوا نقول لكم الغنيمة كانت عاملة ازاي أصلا الغنيمة كانت عبارة عن أولا عدد الأسرة الرجال سبعمائة سبعمائة أسير من الرجال تمام؟ عدد وطبعا كان فيه نساء كتير سبايا وكان فيه أطفال كتير خلاص؟ عدد البعير الجمال اللي خادوها غنيمة في الغزوة ديت ألفين بعير عدد الشياء اللي هو الخرفان والمعيز وكده خمس تلاف شاء فكانت غنيمة كبيرة لدرجة نبع عليه الصلاة والسلام لما رجع المدينة المدينة انتعشت بالغنيمة ديت فاقوا كده المدينة فاقت بالغنيمة دي لأنهم كانوا طبعا الفلوس مش قد كده فغنيمة دي فوقت المدينة جامد فوقت المدينة جامد المهم ما أنا عندي أهم حاجة عندي هو خلق بعدكم هو الحارس بن درار ما تقتلش ما تقتلش وسلم وما تأسرش يعني لا تقتل ولا تأسر ما عندي ثلاثة ثلاثة الحارس لا تقتل ولا تأسر جوائرية اتأسرت سبي جزها مسافع ابن صفون تقتل رجع النبي عليه الصلاة والسلام وكالعادة بيقسم الغنائم على الصحابة والسبي بيقسمه برضو كل واحد بيبقى يعني بالقرعة كده بياخد نصيبه فالمهم مقسم الغنائم على الصحابة وبيوزع السبي دوت عشان يبقى رقيق وعبيد والكلام دوت فجوائرية بنت الحارس كانت في سهم ثابت ابن قيس ثابت ابن قيس الأنصاري ثابت ابن قيس حاجة كبيرة في الأنصار ويعتبر كانوا بيسموه خطيب الأنصار كان رجل فاضل وانت شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة مم جوائرية بنت الحارس طبعا شقة عليها هذه بنت سيد القوم وهي كده كده غنية في اللي في اللي يقدر إيه يعني لو لو بس قومها بعتوا فلوس حيشتروها تاني فشقة عليها ذلك انها تبقى آآ 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 سيرة عند ثابت ابن قيس فكلمت ثابت ابن قيس ان هي تشتري نفسها فطلب منها تسع أواقع من ذهب فوافقت وفقت تمام بس الفكرة ان هي عايزة حد يساعدها حد يساعدها ان هي تنفذ المهمة هي تتصرف ازاي دلوقتي هي أسيرة بس هي تقدر لو ابوها جي حيشتريها تمام فعايزة حد يساعدها ان تتم الموضوع دوت فما كان منها الا ان ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام خد بالكم كل ده شغيرية بنت الحارس متأثرة بالاسلام جدا وشافت اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وشافت الصحابة وشافت اخلاق المسلمين قارنت بين اللي بتشوفوا دلوقتي من اخلاق الصحابة والمسلمين وبين حال قومها وحال ابيها والكلام دوت فقبل الاسلام احبت الاسلام بدأت تتكلم بالاسلام ذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله اني واعلنت بقى اسلامها للنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله قالت يا رسول الله اني قد اسلمت واني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله سبحان الله استنار لي قلبها بالاسلام وبعد كده طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان يساعدها قالت إني قد وقعت في سهم ثابت بن قيس وقد طلبت منه يعني أن أشتري نفسي فاتفق معي على كذا وكذا وأريدك يا رسول الله أن تساعدني على سداد ديني حتى أكون حرة فالنبي عليه الصلاة والسلام فكر طبعا جواريه بنت الحارث بنت سيد القوم جميلة أدب عالي جدا نسب عالي جدا والنبي عليه الصلاة والسلام فكر فكرة رائعة المانع أن هو يتزوجها ويحررها ودي تبقى دعوة لقومها ودعوة لأبيها ولعل الله يشرح صدورهم للإسلام تمام لعل الله أن يشرح صدورهم للإسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام فكر فوجد أنها فرصة كويسة فقال لها عليه الصلاة والسلام هل لك في خير من ذلك؟ هل لك في خير من ذلك؟ إذا رأيك فأحسن من كده؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ خلاص يا أسلامة قالت ما هو يا رسول الله فلما النبي عليه الصلاة والسلام رأني أسلامت أصلا فكان عنده فكرة أنه عليه الصلاة والسلام سبحان الله لعل إسلامها مع زواجه منها يعمل أثر كبير على قومها قال أقضي عنك أنا كتابك وأتزوجك إبدا إيه ده الصدق بتاعها فجعل عدقها صداقها يعني أنا أدفع التمنك وأتزوجك وأجعلك حرة وأتزوجك وهو ده مهرك وهو ده إيه هو ده مهرك تمام فطبعا أنتم تخيلين أصلا فرحة السيدة جوائرية بهذا الخبر يعني كادت أن تطير من الفرح كادت أن تطير من الفرح رضي الله عنها وأرضاها وقالت نعم نعم قد بالكم من حاجة السيدة جوائرية ما كانش اسمها جوائرية كان اسمها برة فاكرين زينب بانتجاحش رضي الله عنها أرضاها كان اسمها برة برضو صح فالنبي عليه الصلاة والسلام غير اسم جوائرية برة إلى زينب والمرادي غير اسمها ما كانش اسمها جوائرية هي كان اسمها برة فسماها النبي عليه الصلاة والسلام جوائرية جوائرية تمام خلينا نحكي قصة موازية نحكي قصة موازية علشان برضو قصة الزواج ده في قصة موازية كده حصلت خليها نقولها في نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل فيه مع جوائرية بنت الحارس وبيتفق معها ان هو حيدفع تمانها لثابت ابن قيس ويحررها ويجعلها حرة ويكون دوت مهرها ويتزواجه عليه الصلاة والسلام كان ابوها اللي هو الحارس ابن ابي درار جاي ومعاه ابل كتير جايب معاه ابل كتير علشان يشتري برة او جوائرية لان طبعا بنت سيد القوم مش ممكن تفضل وده اللي بقولك ويا كده كده كان حد هيجي يشتريها بس هي ما كانش عارفة امتى هيحصل وفعلا الحارس النبي درار وصل قرب المدينة ونزل عند ويادي اسمه العقيق ويادي اسمه العقيق المهم قعد شوية عشان هيخش المدينة خلاص بالابل عشان يشتري جوائرية ففيه اتنين من الابل عجبوه فيه اتنين من الابل عجبوه يعني عارف انت لما حيدي النبي عليه الصلاة والسلام حاجة وعكده فيه اتنين من الابل صعبانين عليه قال حلوين اوي شكلهم حلوين انا اشيلهم لي يا دول وفعلا خد الاتنين الابل دول ربطهم في شعب فوادي العقيق ربطهم وقال وانا راجع ايه هاخدهم دول عجبيني ومش حادر ارسبهم وفعلا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه على طول في الموضوع على طول قال يا محمد أصبتم ابنتي وقد جئت بفداء لها وقد جئت بفداء لها جايب لا بعير أنا جاي أشتري جاي أشتري بنتي واتحررها فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأين البعيرين الذين غيبتهم بالعقيق قال له في اتنين كده خبتهم فين قال فأين البعيرين الذين غيبتهم بالعقيق فقال الحارث بن أبي درار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله يا رسول الله ما اتطلع على ذلك أحد إلا الله مهم أسلم الحمد لله الحارث بن أبي درار أسلم بس برضو لسه ما يعرفش اللي حصل فقال له خلاص بقى معلش أنا حروح أجيبهم وراح جابهم يعني راح جاب البعيرين اللي هو أخبهم واكتمل البعير قال له يلا بقى خد البعير وأنا عايز بنتي برضو مهما كان فقال عليه الصلاة والسلام له أرأيت لو خيرناها إيه رأيك نجيبها ونخيرها تحب ترجع معاك ولا تفضل تفضل معنا ما يريت هتأكيد هتختارني عندنا أبوها فهنا بقى فهم اللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليها الزواج واشتراها من ثابت ابن قيس وهي وفقت فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام تختاري مين فقالت اخترت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها بإذن طبعا الحارس ابن أبي درار وهنا بقى حصل الموخف عمرها كم سنة لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كان عمرها حوالي 25 سنة 25 سنة تمام البركة بقى بص البركة قالت ولما علم الصحابة في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت سيد بني المصطلق جعيرية بنت الحارس طبعا بنت سيد بني المصطلق يبقى كده النبي عليه الصلاة والسلام ناسب بني المصطلق وطبعا الأسارة اللي هم معاهم كلهم فيهم عمها وخالها وابن خالها وابن خالتها وابن ابن عمتها وابن ابن خالتها يعني كل اللي هنا مع صحابة وحبايب وقرايب تمام فالصحابة يعني يعني إزاي أنا يبقى النبي عليه الصلاة والسلام من جاوز واحدة وخالها أسير عندي أو أخوها أسير عندي أو ابن خالها أسير عندي يا جماعة دولا نسايبه نسايب النبي جماعة ما يصحش كده فاجتمع الصحابة وقالوا والله ما ينفع أبدا ما ينفع أبدا نبع عليه الصلاة والسلام يناسب ناس وإحنا نأسر نسيبه فاتفق الصحابة كلهم على أن يعتقوا كل أسرهم من غزود بني المصطلق فأعتقوا جميعا ودخلوا في الإسلام جميعا قالت عائشة فأعتق في ذلك اليوم أهل مئة بيت أهل مئة بيت أعتقوا في ذلك اليوم ودخلوا في الإسلام فحينها قالت عائشة والله ما أعلم امرأة قط كانت أعظم بركة على قومها من جويرية بنت الحارس بسببها أبوها أسلم قومها أسلموا قومها أعتقوا بسبب جويرية بنت الحارس هذه المرأة الطيبة الطاهرة المباركة سبحان الله وعايز أوف هنا في معروف قلتلك أوف معاها كمان شوية وهي أن إحنا نلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ما يجد في صدره أي شيء أنه يتزوج امرأة امرأة أرملة بل كل زوجاته أرامل عليه الصلاة والسلام ما عادة عايش رضي الله أنا أرضاه بس أشوف حتى دي كمان أرملة جزء كان كافر تمام مسافع ابن صفوان كان كافر يعني الزوج الأولاني كان كافر مش مثلا كانت مثلا متزوجة جعفر بن نبي طالب ولا متزوجة مثلا يعني عبده يعني إيه يعني مش مش كانت زوجة صحابي هو أخذت زوجة بعديه مثلا لا دي بقى كان زوجها مسافع ابن صفوان كان كافر وحارب النبي عليه الصلاة والسلام ما يجد في صدره شيء عليه الصلاة والسلام إيه المشكلة إيه المشكلة وإحنا عندنا كارثة مجتمعية جماعة إحنا بنقيم المرأة عندنا المرأة أرملة دي فيها فيها عيب تمام كذلك المطلقة عندنا المطلقة دي فيها مشكلة وإنا خدنا في درس زينب بانتجاهش قبل كده نحن قلنا مش مش ضروري إن تكون مرأة مطلقة إن يكون فيها مشكلة ممكن يكون الطلاق بسبب إنه ما فيش ألفة حصلت يعني سبحان الله يعني اللي اتنين مش مناسبين لبعض لا هي وحشة ولا هو وحش فضلا عن الأرملة طب الأرملة دي زنبها إيه لما رأي دي دوجها ميت أصلا يعني مش اتطلعت ولا زوجها مستطلعت ممكن تقول يمكن فيها حاجة طب دي زوجها ميت مات يا زنبها إيه إن زوجها مات ليه إحنا نبصل على إن هي فيها مشكلة المرأة جماعة تخيم من حيثه هي بمعنى أنا شوف أخلاقها بشوف دينها بشوف أدبها بشوف يعني يعني سبحان الله يعني يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أسعد زوجاته الزواج بزينب الزواج بجوائرية الزواج بصفية سبحان الله فلا يعيب المرأة أن تكون أرملة أو أن تكون مطلقة وإن كان القاعدة طبعا البكر طبعا بتبقى أحسن وبتاع من حيث اللعب والهزار والكلام دوت لكن مش معنى كده أن التانية فيها عيب نحن قاعد بنقول البكر بالنسبة للزواج مثلا أفضل إنسان يتزوج بكر لكن هل معنى ذلك أن المطلقة معيبة أو الأرملة معيبة لو كانت ذلك كذلك ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أرملة داي طلق تاني يتجاوزها على طول كانوا تزوجوا المطلقات عادي جدا ويتزوجوا الأرامل عادي جدا بل يمكن وعد أرملة تبقى النهاردة المرأة يبقى مستنيها مستنيها تخلص العدة بس ونفسه فيها شوف المرأة كان فيه نساء سبحان الله هي كنز كنز فأنا وبرده دي رسالة للمرأة يعني مش تاخدي كلامي ده تقول أيها شيخ قل لهم ما لها المطلقة ما لها الأرملة أنا مش معنى كده نفسك كويسة ممكن تعيبي نفسك بس مش عيبك هيكون لنتك مطلقة أو أرملة العيب هيبقى فيكي أو الميزة هتبقى فيكي اصناعي نفسك بدينك أولا لبسك حيائك أخلاقك علمك سمعتك حسن تبعولك هتلاقي تكوني مرغوبة وساعتها كله هيتغاضى عن طلاق أو أرملة أو الكلام ده والرسالة للرجال تغاضوا عن هذه الأمور فلو عندك الفعلا قدامك واحدة كويسة مطلقة هذا لاعبها ممكن تكون معاك أنت ممتازة أنا أعرف ناس كتير تزوج مطلقة حياتهم سعيدة جدا معنى حياتها مع زوجها الأول كالجحيم بس سبحان الله هي ماش مناسبين لبعض تزوجت وعيد تاني الله مبارك حياة رائعة فضلا عن الأرامل فلعايز أقولي يعني يا جماعة رسالة المجتمعية يعني مجتمع مليء بالمطلقات والأرامل من يتزوج هؤلاء وبالتالي المرأة هي تخلي نفسها مرغوبة بأخلاقها وحيائها وأدبها مش بالنية تقلع حجابها وتقعد تتميع غلط العكس المرأة اخد بالك أقول لكم بقى حاجة إحنا يا جماعة معشر الرجال أنا أعرف ناس كويسة وناش مش كويسة تمام الناس اللي مش كويسة لما بتيجي تتجوز بتجي لي وتقول لها شيخ علاء دور لنا على واحدة كويسة الراجل ممكن المرأة اللعوب يلعب بيها لكن ما يتجوزهاش لما يتجوز يقول لك لا أنا عايز واحدة تتفوشي دي امرأتي دي اتربي عيالي شوف لي واحدة شيخة اخد بالكم الراجل لما يفكر في زوجها غير لما يفكر في واحدة يلعب بيها سلما أنت تبقى غالية وتبقى ممتنعة وتبقى مشهورة بالأدب والأخلاق والدين والتباعل وتعرفي تزبطي بيتك وبتاع ألف من يتمنىك وهيجيلك الكويس المم يعني دي خطرة كده في وسط زيجات النبي عليه عليه الصلاة والسلام وعند بيستغرب هو اللي منوع يتجوز يعني يعني أبكار عليه الصلاة والسلام صحيح الله عادي مرأة جميلة مرأة حسنة الخلق إيه اللي يعيبها أرمالة إيه المشكلة جوزها برضو عليه الصلاة والسلام جوز جوائرية جوز صفية كل زوجاته كانوا أرامل اللي عايش دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وكانت في سعادة ما بعدها سعادة سأنا عايز أقف مع السيدة جوائرية وقفة السيدة جوائرية أخد بالكم طالع منين دي بنت سيد القوم يعني دي كتعيش فينا جماعة عيشة في في أصر المرأة دي كتتغنية جدا بنت سيد قومها راحت مرة واحدة انتقلت تعيش في حجرة ما دي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وما ما يزهاش بها أي حاجة ما قالش والله دي بنت بني السيد بني المصطلخ عامل لها أصر أي حجرة دي بتاعتي ده ظروفي ودية حياتي تقبلي كده طبعا طبعا قبلت هو في أحلم إن وحدة تشوف واجه النبي عليه الصلاة والسلام والله الدنيا ما فيها واجه النبي عليه الصلاة والسلام بس ونصر إلى النقلة دي ما أسرتش فيها لأنها ردت بزوج حسن الخلق برضو لسالة المرأة ممكن مستوكل الاجتماعي نزل شوية لما تجوزت بس زوجك راجل ما شاء الله سكر جميل طقي نقي طيب والله أحلى من الفلوس وأحلى من البيوت يا ما بيوت واسعة وفلوس ما لقاش عدد والله ما يطيقوا بعض جحيم الناس شايفهم راجبين عربيات ورحين وجايين وهم مش طاقين بعض وبيوت على قد حالها بس كلها خير وسعادة عشان الاتنين معاملتهم حلوة بعض بيتحكوا في وش بعض الكلمة الحلوة الموقف الحلو فبقى لك بقى لو الزوج النبي عليه الصلاة والسلام كله يهون مش مشكلة عايش في قضة صغيرة بس أشوف وش النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك جوائرية النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب يعلمها قوي واضح إن هي كانت مجتهدة انت عارف المعلم لما يليه عنده تلميز مجتهد يحب يميزه كده ويدي له شوية معلومات يعني فكانت جوائرية من ساعة ما أسلام تبين عليها اللي اجتهاد قوي في العبادة اللي اجتهاد في الطاع الأدب الأخلاق وطبعا زي قلنا بالتناس قوي يعني كانت ما شاء الله لأ حريصة على النية تتعلم عايزة تتعلم عايزة تعلم فكان بيميزها بشوية حاجات كده فمرة عليها مرة النبي عليه الصلاة والسلام يوم جمعة دخل عليها يوم جمعة لها صيمة قالها أنت صمتي النهاردة قالت له فقال أصمتي أمس صمتي يوم الخميس قالت له لا الصراحة ما صمتش قال لها حتصمي بكرة ناوية تصمي بكرة قالت له لا مش هصم بكرة قال فأفطري إذن فعلمها أن ما ينفعش عايزة تصممه الجمعة لوحده يتصم يوم قبله يتصم يوم ايه بعده مرة تانية عشان تعرفوا قدر جوائرية في العبادة بصوا النقلة اللي اتنقلتها المرأة الصالحة مش مشكلة أن يكون تأخر التزامك مش مشكلة تكوني التزمتي على كبر دي واحدة التزمت وعندها 25 سنة بس على طول ما شاء الله انطلقت سبقت اللي سبقوها بصوا بقى الموقف ده مرة عليها النبي عليه الصلاة والسلام مرة في أول النهار فوجدها فيه مصلاها كتا هي عاملة نفسها مصلية كده ميزة جميلة تعملي لنفسك ركن في البيت كده للصلاة بصف رواية بيقول فمرة عليها فيه مصلاها عاملة نفسها ركن اسمه ركن الصلاة ركن الأذكار عد عليها فسبها لا بتذكر ربنا فسبها وإيه راح راح مشوار طويل رجع في وسط النهار عالضهر كده رجع امتى عالضهر عليه الصلاة والسلام لقاها قعدة في نفس المكان ما تحركتش ولسه بتذكر ربنا يعني قعدة كم ساعة والأربع خمس ساعات على الوضع ده ايه ده مين تقدر تعمل كده مين تقدر تسيب موبايلها وتقعد أربع خمس ساعات تذكر ربنا مين تقدر ان هي تلزم نفسها بأوراد بالحجم ده في زماننا ده ده بتوضع الموبايلات بالتمن ساعات والأذكار أي كلام والورد يلا نخلص والقيام الليه ربع ساعة قعدة من أول النهار لغاية قرب الظهر تذكر ربنا فلح رجع لها انبهر الصراحة انبهر الصراحة انبهار ايه ده ايه الجمال ده جوائرية ايه ايه الجمال ده بس برضو قال لي يديها حتة كده ايه معلومة فلا هل انت ما زلت يعني منبهر قال لا ما زلت على الحالة التي تركتك فيها يا جوائرية هيت له من ساعة مسبتين ونقعدة كده الله اكبر ما شاء الله فقال لا بقى تحديك هدية قال اعلمك كلمات تعدل ما قلتي يا شوف اللي انت عملتيه طول النهار اقولك حاجات تساوي اللي انت قلتيه كله قولي سبحان الله عدد خلقي ثلاثا سبحان الله رضى نفسه ثلاثا سبحان الله زنة عرشه ثلاثا سبحان الله مداد كلماتي ثلاثا وفي رواية قال لقد لا بقى لا انا بقى بعد ما سبتك قلت كلمات تعدل ما قلتي انا قلت كلمات تعدل ما قلتي اللي قلتي كله انا قلت في ذكر واحد هيت له ايه الذكر اللي انت قلت ده قال قلت سبحان الله وبحمدي عدد خلقه ثاني سبحان الله وبحمدي عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سيدة جوائرية رضي الله عنه وارضها روت أحاديث وروى عنها الصحابة لها في السنة سبع أحاديث روى عنها ابن عباس وروى عنها عبد الله بن عمر وروى عنها جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا مات النبي عليه الصلاة والسلام وأصاب جوائرية من الحزن ما أصابها وعاشت طيبة نقية تقية عابدة صوامة قوامة عالمة في عهد الصحابة الكرام والخلفاء الراشدين وعد عليها كل الخلفاء وشهدت خلافة أوبكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ثم تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية وماتت في خلافة معاوية رضي الله عنه وارضها وماتت سنة خمسين من الهجرة وكان عمرها سبعون عاما سبعون عاما عاشتها وعاشت منها يعني من سن خمسة وعشرين لسبعين عاشت أما للمؤمنين عاشت في طاعة الله سبحانه وتعالى فرضي الله عن أمنا جوائرية بنت الحارس خلونا كده في باقي الوقت بسرعة ناخد سيرة أمنا الجميلة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وارضها رملة بنت أبي سفيان بنت أبي سفيان اسمها رملة طب هي اسمها أم حبيبة ليه؟ عشان عندها بنت اسمها حبيبة موضوع بسيط جدا فهي أم حبيبة وهي رملة تلعبطوش زي أم سلمة اسمها هند هي أم حبيبة بس اسمها رملة رملة بنت أبي سفيان بنت مين؟ بنت أبي سفيان بنت مين تاني؟ بنت أبي سفيان رأس الكفر في بعض الأوقات خبل إسلامي قائد جيش أحد قائد جيش أحد وكان من أشد الناس على المسلمين دي بنته محدش بقى يقول لي الظروف ومحدش يقول لي أصلا أنا طالعة من عيلة معلش أصلي كانت ظروفنا أنا عامل إيه؟ أنا زنبي إيه؟ أني طلعت في عيلة كده؟ لا معلش بنت أبي سفيان وأسلمت تمام؟ أسلمت المانع فيش أي مانع الظروف هي لأ ابن سيدنا نوح كافر مرأة سيدنا نوح كافرة تمام؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام عم أسلم وعم كفر فهي المسألة قلوب والمسألة بيد الله سبحانه وتعالى لو أنت في ظروف صعبة وأردت الخير ربنا أراد يهديك والله ما يضلك حد ولو أنت في أحسن ظروف كل عيلتك شيوخ وربنا أراد لك ما رأتش بيك الخير والله ما يهديك حد عاشت رملة مع أبيها فترة وبعد كده مين اللي تجاوزها بقى؟ برضو تزوجت قبل النبي عليه الصلاة والسلام تزوجت عبيد الله بن جحش مين عبيد الله بن جحش؟ أخو عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش وأخو زينب بن جحش يبقى دوت عبيد الله بن جحش ده ابن أمام أميمة عمت النبي عليه الصلاة والسلام أميمة بنت عبد المطالب عمت النبي عليه الصلاة والسلام فعبيدة بن جحش يبقى ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام وده كان متجوز رملة بنت أبي سفيان ده في البداية حلو وعارفين احنا عبد الله بن جحش هو أول واحد أسلم في العيلة زي ما قلنا بلكده واردعى كل عيلته فأسلم عبيدة الله بن جحش أسلم زينب بن جحش وحمنا بن جحش وأم حبيب وحمنا تزواجت مصعب وأم حبيب تزواجت عبد الرحمن بن عوف الكلام ده قلنا المرة اللي فاتت بعد ما عبيدة الله بن جحش كان أصلا متزوج رملة بنت أبي سفيان في الوقت ده كان زوجها بالفعل فلما هو أسلم هي أسلمت فكانت من أوائل من أسلم من أوائل من أسلم تخيلوا بقى يعني أم حبيبة هو تجاوزها متأخر ونشوف تجاوزها إمتى بس هي كإسلام هي أسلمت مبادر جدا مع عبيدة الله ابن جحش جزها تمام أبو سفيان جنة جنونه لما عرف أن بنته أسلمت حاول يصدها على قد ما يقدر ما فيش حاول يمنعم الإسلام ما عرفش تخيله بنت قدرت تقاوم أبو سفيان أبو سفيان قائد أحد يعني فعل الأفعيل بالمسلمين ما قدرش على بنته بنته قدرت تقاوم شوف بقى يعني بس بأدب بأخلاق لم يثبت أن هي أساية الأدب معاه تمام ولا أخناقات ولا بتاعه بس ثبتها اختناعها باللي هي بتعمله بكل احترام أنا مش هرجع عن اللي أنا بعمله وفعلا أبو سفيان يأس إن هو يقدر إن هو يرجعها والأسف إن أبو سفيان تخلى عنها بعد كده وسبق هي وجوزة عبيد الله بن جحش يتعرضوا للإزاء من قريش وتقزت جدا جدا هي وجوزها واستحملت رضي الله أنا أرضها لدرجة إن أول ما النبي عليه الصلاة والسلام أزن في الهجرة الحبشة هجرت هي وعبيد الله بن جحش كانت هجرتها قصتها صعبة وتعبد جدا في الهجرة عارفين تعبد ليه لإن هي كانت حامل في حبيبة اللي هي بتسمى بها أم حبيبة كانت حامل في حبيبة وتخله هجرت على الوضع ده جماعة أنت عملت إيه عشان تحافظي على التزامك أنت تعبت يديه عشان تحافظي على حجابك وحيائك أنت قدمت إيه عشان تقولي أنا يعني رغم الظروف التزمت إحنا بنبيع بنقل حاجة إحنا خفاف قوي إحنا ما بنقومش أصلا تمام إيه اللي عملناه عشان نقول يا رب أنا اخترتك يا رب يا رب أنا اخترتك يا رب يا رب أنا بنت الإسلام أنا قومت أنا عملت واحدة تعبت قومت أبوها قومت قومها هجرت الحبشة وهي حامل في حبيبة وكانت هجرة صعبة صعبة وشوف بقى المحنة اللي هتحصل لسه محنتها هتطول رضي الله عنها وارضاها وصلت إلى الحبشة حلو تقول خلاص الدنيا هتحلو معاها طبعا تعرضت هي وكل الناس للمحنة بتاعت عمر بن العاص لما عمر بن العاص يعني كان كان وصل لهم وكاد إن هو يوقع بينهم وبين النجاش وكانت أيام صعبة جدا والمسلمين كانوا مهددين إن هو لو فعلا عمر بن العاص نجح في مكره هيتطردوا من الحبشة هيرجعوا لقومهم ربنا ستر وعد الموضوع وجعفر بن أبي طالب قدر يقاوم عمر بن العاص ويقنع النجاش بموقفه بل أقنعه بالإسلام وأحبطت خطة عمر بن العاص والحمد لله الحمد لله وأسلم النجاش جمال ده الجمال إن النجاش أسلم بسبب جعفر بن أبي طالب ورجع عمر بن العاص بخفاي حنين إلى خريش تقول خلاص الدنيا حلوة مع عم حبيبة عيشي بقى هنيئة في ملك النجاش عيشي طيبة عيشي أنت وجوزك في سعادة سبحان الله يبتلى المرء على قدر دينه تقول خلاص الدنيا حلوة سبحان الله ما لحقتش يعني هي في بلاء من يوم ما أسلمت وهي في ابتلاءات رهيبة عشان كده المكافأة كانت كبيرة أو يا جماعة المكافأة كانت كبيرة أوي المرأة دي تعبت أوي أقول لكم تعبت إزاي المكافأة في الآخر كانت الرسول عليه الصلاة والسلام بس تشوفوا تعبتها دي أحنا نقول من أسلمت قومها وموها وتعبت في الهجرة جدا وتعبت بسبب المكر اللي حصل عليهم في الحبشة تقول خلاص الدنيا حتنور خلاص عيشي بقى ويعبودوا ربنا زي ما أنتم عايزين في الحبشة هي الوحيدة اللي حصلت لها مصيبة صعبة جدا 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 تتخيلوا هي المصيبة المصيبة زوجها عبيد الله بن جحش عبيد الله بن جحش تعرفين الخمرة كانت لسه مش حرام في الوقت ده كان بيشرب خمره بتاع وللأسف كان بيجالس النصارى كتير في الحبشة وقعد مع النصارى والنصارى لعبوا في دماغه وتنصر عبيد الله بن جحش يا الله بعد كل ده أنا عملت كل ده عشان أهرب بديني وأهرب ببنتي وأهرب من أبويا وعيش بقى حياتي مع زوجي في طاعة ربنا جزها يرتد رسالة لكل واحدة جزها مش صالح جزها مش ملتزم زيها لكن في أم حبيبة الأسوى صبرت والمشكلة مش كده بس ده هو بدأ يقنعها بالتنصر وبدأ يعني يجهدها على دينها وخيرها في الآخر لما يقس منها خيرها قال لها إما تتنصري أو أطلقك سبحان الله أم حبيبة كان زمان رأيت رؤية ما كانتش عارفة تفسيرها مرة رأيت رؤية شافت جزها في المنام في أبشع صورة شافت جزها في المنام في أبشع صورة ما فيهمتش ساعتها وقامت فزع من نمها مش عارفة ليه شافته كده الآن فهمت قومت تاني بعد ما قومت أبوها قومت زوجها المرأة تعرض غوط رهيبة جداً أسرية الأب ضغط عليها قومت الأخ ضغط الأخ طبعاً ما هو معاوية هو معاوية برضو يعني أكيد ضغط عليها في البداية تمام؟ قبل أن يسلم وبعد كده دلوقتي الزوج يعني تعرضت ضغوط من الأب قومت من الأخ قومت من قومها قومت من زوجها دي أصعب بقى يعني الزوج كمان يعني الأب على ألف فيته الأخ حيروح طب جوز يعمل ايه؟ ده عاد معايا ودي من ابتلاءات المرأة نية تبتلى في زوجها صعب فعلا فعلا ليه قوامة وأحياناً بيصعب التخلص وحياناً بيصعب المضوع صعب وفي الآخر قالها يا تتنصري فلم تفكر واختارت الطلاق وفعلاً تلقها عبيد الله بن جحش سبحان الله عاشها النصرانية ومات على ذلك مات على ذلك عاشت وحيدة في بلاد غريبة ما يوجد إلا هي وحبيبة ويتحتاج إلى زوج يرعاها يكفل بنتها يتبعها أي امرأة مهما كانت قوية آه تقول لي دي امرأة قوية تعيش لوحدها جماعة المرأة مهما كانت قوية هي تحتاج إلى زوج في النهاية فطرة والرجل يحتاج إلى زوجها هي فطرة مش معنى أن انت أنا مش عايز أزوج ليه المفهوم ده ليه المرأة القوية تقول لك أنا ما تجوز السنة قوية ملاش علاقة قويتك دي لنفسك في الآخر في حتة فيك ما يسدهاش إلا زوج اهتمام رعاية حنان أمان وإحنا ركا رجالة مهما كنت أنا مش محتاج حد في حتة ما يسدهاش إلا زوجة عطف اهتمام هي تحتاج إلى زوج إيه الحل النبي عليه الصلاة والسلام وصل للخبر وفي المدينة زعل جدا جدا بسببين وقال أن عبيد الله من جحش ده من عمته وزعل جدا على ردته دي المصيبة الأكبر دلوقتي وحزن جدا على أم حبيبة وتأثر جدا باللي حصل لها وعارف قد هي دلوقتي وحيدة بعد اللي حصل وبعد الهجرة وتألم جدا فالنبي عليه الصلاة والسلام قرر قرار رائع مبهر ما أجمل للنبي عليه الصلاة والسلام ما أشد الوفاء يا جماعة ممكن لواحد يقول لك طب ده ده النبي عليه الصلاة والسلام احنا طبعا احنا دايما بنقول قاعدة مش عايزين واحنا بندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوله الرجل بلا شهوة بمعنى بعض الناس يقول لك النبي كان بيتجاوز كتير أصدقى كان شهواني الكلام دوت الوسطية في الكلام دوت نحنقول النبي عليه الصلاة والسلام أولا زيجاته كان لها سببين من الأسباب أنه رجل وأي رجل يحب أن يتزوج ما المانع ولو تزوج عدة نساء هذا حلال وكان الرجل فيما مضى يمدح بكثرة النساء وهذا يعد من الرجولة والفحولة وفي نفس الوقت لو تتبعنا بقى زيجاته كلها كان يتجوز أبكار لا لأنه في سبب تاني في سبب تاني كان بيختار ما هو دلوقتي فيه عنده رغبة يتزوج بس رغبة يتزوج فيه قدامه اختيارات كان بقى يختار اختيار يبقى فيه مصلحة تانية غير مجرد الزواج لمجرد التشهي فمرة يتجوز بنته وبكر بنت عمر بنت سيد قومها صفية بنت سيدة في قومها بيختار حاجة تعمل مصلحة تانية غير الزواج حيث يجمع مصالح كتير في الزيجة الواحدة الحقيقة بقى أن زواجه من أم حبيبة يؤكد الموضوع ده أنه فعلا كان بيركز في المصلحة أحيانا أكتر من موضوع أنه يكون راغب في المرأة نفسها بدليل أن احنا هنشوف دلوقتي أنه يتزوج أم حبيبة وهي في مكانها وحتفضل في مكانها والدخلة هتتأخر جدا لغاية ما راجعوا من الحبشة لوحديهم مش هترجع له لوحدها هيرجعوا كلهم طيب هتجوزها ليه كده اتدافع الوفاء اتدافع العطف على هذه المرأة المسكينة التي لا زوجة لها اتدافع المكافأة من طيب خطرها تعبد جدا هو امتبع قصتها من الأول ما هي مرات ابن عمته معارف قصتها من الأول اتدافع رفق النبي عليه الصلاة والسلام ورقته وفي نفس الوقت بنقول هو رجل أراد أن يتزوج لا يعيب هذا الأمر لكن احنا نحاول موضوع بقى لصورة الرجل الشهواني اللي موروش غير النساء لما كان يتجاوز أبكار صح؟ كان يتجاوز من هم أجمل وأغنى كان ممكن يعمل حقا كتير لكن هو الوسطية هو تزوج قال أوقعا يقول حب بإله من دنياكم النساء ولعل ربنا قذب في قلبه كده عشان تكسر زوجاته لأن ده في مصلحة للدين بعد كده منكسر زوجاته معناه انتشار العلم انتشار أخباره جوه بيته تمام؟ عليه الصلاة والسلام فكان الزوجات بينقلوا الأخبار بينقلوا الأحاديث بيعلموا الناس بيعرفوا جوه بيت النبي عليه الصلاة والسلام بيحصل إيه المهم؟ بس برضو الزيجة دي بتظل بنسأل أي حد بيتكلم في الحتة دي نقول له طب هو تزوجه محبيبة ليه؟ ده لا هي قدامه ولا شايفها ولا شايفها وعارفها طبعا والدخلة مكادش بعد الزواج على طول بعد مدة على ما رجعت له تعرف رجعت له امتى؟ رجعت له بعد غزوة خيبر رجعت له في سنة سبعة من الهجرة سبعة من الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام عملي بقى عمل حركة جميلة أرسل إلى النجاش عمر بن أبي أمية أرسل إلى النجاش مين؟ عمر بن أبي أمية صحابي هو النبي عليه الصلاة والسلام سمع وصلوا أن النجاش دخل الإسلام بس هو عايز يتأكد من كده عشان الخطوة اللي جاية هتشوفوا هي الخطوة اللي جاية أرسل إليه عمر بن أبي أمية عمر بن أبي أرسل له رسالة بعث معه رسالة يدعوه إلى الإسلام قال له بعثته رسالة دي عشان عايز تأكد أنت تقول لي بنفسك تشوفه بنفسك وتأكد أنه أسلم فأرسل له رسالة فلما استلم النجاش الرسالة أول ما مساكها وعرف أنه من النبي عليه الصلاة والسلام أولا نزل من على العرش بتاعه مش أراها وهو قاعد على العرش نزل من على العرش وقاعد على الأرض أعد على الأرض وقاعد إقراها ثم وضعها على عينه وأعلن لعمر بن أمية أنه قد أسلم بالفعل وأسلم آل الشهدتين تاني قدام عمر بن أمية وقال له ولله könnte highlight وقال له يديه ولوضعت رأسي عند قدميه لو كنت عند النبي صلى الله عليه لزهبت إليه ولجلست بين يديه ولوضعت رأسي عند قدميه فرضي الله عن النجاش هذا المؤد بالخلوق الرائع الراقي عرفين لما مات النجاش النبي صلى عليه في المدينة صلى عليه صلاة الغائب فلما عمر بن أمية اتطمن إن النجاش أسلم عملي أهم حاجة دي الأهم دي اللي جاية هو كان عارف إنه مسلم بس هو قال لي تأكد عشان اللي جاية طلع الرسالة التانية الرسالة التانية الرسالة التانية النبي عليه الصلاة والسلام بيوكلك أيها النجاشي أن يتزوج أم حبيبة وانت الوكيل بتاعه اوه ايه دي عالية أوي 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 ده كبروا أوي وبصوا زكاء النبي زكاء يا جماعة زكاء مبهر مبهر طم أنت عندك جعفر بن نبي طالب طم أنت عندك ناس كتير من قريبك لا هنا الضربة ضربة رائعة خلى النجاشي في حتة تانية أنا أنا يعني سيب جعفر توكلني أنا أنا أبقى وكيل النبي عليه الصلاة والسلام بديل عنه في التزويج ب ب ب ب محبيبة ايه ده ايه الزكاء السياسي ده وإيه المهارة الدعوية دي أنا بقى وكيله في الزواج قديه النجاشي انتشى وقديه ثبت على الإسلام بسبب حركة بسيطة من النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت اللي هتبقى وكيلي في الزواج ده وانت اللي هتعقد العقد بدل مني الله الجمال النجاشي فرح قوي 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 إن هو سيبقى يقوم بالدور ده وطبعا كده النبي عليه الصلاة والسلام ضمن زيجة بقى فاخرة جدا لمحبيبة واخد بالك من زكاة النبي عليه الصلاة والسلام حاجة إن كده ضمن لأم حبيبة زيجة فاخرة ما هو عايز يراضيها برضه جماعة حركات النبي عليه الصلاة والسلام تتدرس هي حركة واحدة فيها كذا مصلحة أولا كسب النجاشي قوي نمر اثنين هيكرم أم حبيبة قوي لأنه عارف إن لما يوكل النجاشي النجاشي يا جماعة هو لما النجاشي يزوج واحدة هو حمضاعي ببسيط ده هيكلف قوي ده هييراضي قوي ده هيكرم قوي ده هيدفع قوي فالنبي عليه الصلاة والسلام عارف إنه حبيبة هتكرم قوي وهو ده هو عايز كده عايزة تكرم ما لو كلف جعفرك هتبقى عديق لا ده عايزة عايزة أم حبيبة كده تطلع من الزعل اللي هي فيه ده أم حبيبة تفرح بقى تفرح بقى فرح النجاشي قال له أنت اللي هتقوم بالموضوع ده وهو متخيل النجاشي هيعمل إيه النجاشي عمل إبهار إبهار أم حبيبة يا جماعة أكرمة إكرام مش طبيعي رح أولا النجاشي بعت جارية من عنده قال لها تروحي لأم حبيبة خبطي عليها وللها يقول لك الملك إيه ده موضوع كبير أوي يقول لك الملك النجاشي إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يزوجك منه فاختاري وليا لك في الزواج ما ينفعش أنه إن هي تتولى الموضوع ما ينفعش المرأة تزوج نفسها ماشي يا بنات فيش حاجة اسمها مرأة تزوج نفسها لا بكر ولا سيب زواج باطل قال عليه الصلاة والسلام أيام امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فعش يقول لأس لا أنا سيب سيب سينا متزوجة قبل كده باطل هذا زواج محرم تمام فضلا نياتكم مش بكر بقى زي البنات في الجامعة تقول لك لا ما احنا اتجاوزنا وصحابنا شاهدوا بتاع لا ما احنا عملنا كده عقد عرفي ما هو ده الباطل حبيبي عرفي يعني عرفي عرفي من غير ولي يبقى باطل لكن زواج بولي حتى لو مش موسق يمشي بس التوثيق مهم في زماننا دوت بس الزواج بدون ولي زواج غير صحيح النجاشي فاهم واحنا مش فاهمين النجاشي فاهمها واحنا مش فاهمين قال لي أم حبيبة ما قال لاش بيزويك وانا الوكيل يلا تعالي قال لها شوفي مين الولي بتاعك أنا أتكلم مع الولي بتاعك أنا وكيل النبي عليه الصلاة والسلام أنت مين وليك دلوقتي طبعا أصلا أم حبيبة لما سمعت الخبر كان يغم عليها يعني كان يغم عليهم الفرحة تبتخيلين كمية الفرحة اللي هنا فيها تبتخيلين الخبر يوصلها وهي جزها ومات نصراني وطلقها وبنتها معاها مرة واحدة كانت لقي العوض جاي لها من كل اتجاه عارفين لما يقول لك يعني العوض جاله من كل اتجاه ربنا رضا من كل اتجاه إيه ده أي فرحة وأي عوض ده أم حبيبة تحطير كده لو ليه أجنحة عارف أنت أما البنات يكتبوا يقول لك الغرفة لتسع أجنحتي هي أم حبيبة كده الحبشة لتسع أجنحة أم حبيبة الآن وهي فرحتها بأنها تتجوز النبي عليه الصلاة والسلام ومين الولي؟ أو مين الوسيط؟ النجاشي ده إيه؟ ده إيه الوضع ده أنا مالك الحبشة مالك الحبشة عارف يعني مالك الحبشة؟ يعني يعني زي 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 رئيس دولة ضخمة دلوقتي هو اللي رايح لها ويقول لها وتعالي وأنا الوكيل حفلة جمدة هتحصل من كتر فرحتها كان في إيديها أساور فضة ومعهاش غيرها لا تملك إلا إلا الأساور دي رح تددتها الجارية هدية طب اختارت مين توكله؟ اختارت واحد من عائلتها هي من بني أمية لأنها بنت أبي صفيان فاختارت خالد بن سعيد بن العاص خالد بن سعيد بن العاص خالد بن سعيد بن العاص قربها ومن بني أمية ويعتبر وهو قرشي أموي فقالت هو ده الوكي هو ده إيه؟ ده الولي بتاعي رح خالد بن سعيد بن العاص بنفسه إلى قصر النجاشي إلى قصر النجاشي والنجاشي دعا كل المهاجرين اللي هم هاجروا للحبشة قالوا أنت جاي جاي تعمل إيه؟ جاي لوحدك أنا عامل حفلة لكل المهاجرين كل من هاجر إلى الحبشة اجتمع عندي جي جعفر بن نبي طالب جي خالد بن سعيد بن العاص كل المهاجرين اجتمعوا ودخلوا قصر النجاشي مش دخلين المرادي عشان مناظرة مع عمر بن العاص ولا دخلين عشان يقولوا كلمتين وهمشوا دخلين ضيوف الملك دخلين حفل زفاف ام حبيبة على النبي عليه الصلاة والسلام لقوا قعدة مجلس فاخم جدا معد ليهم تمام لقوا النجاش قاعد ومستنيهم وبيستقبلهم بنفسه بيرحب بيهم اهلا بيكم في حفل زفاف ام حبيبة على النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ما اجتمع كل المهاجرين وقف النجاش قام النجاش فيهم وقال لقد كتب الي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيان ازوجه من ام حبيبة انا الوكيل وازوجه من ام حبيبة بنت ابي صفيان فاجبته الى ما دعا اليه وان صداق ام حبيبة من عندي ولقد اصدقتها اربعمائة دينار انتوا عافين يعني اربعمائة دينار الدينار ده كام الدينار ده اربعة جرام دهب عيارة اربعة وعشرين يعني ام حبيبة ربعمائة فاربعة قول حوالي كيلو ونص دهب عيارة اربعة وعشرين ده مهر ام حبيبة مهر زوجات النبي عليه السلام كان بيبقى حوالي كيلو ونص فضة يعني مهر زوجات النبي عليه السلام كان بيبقى حوالي كيلو ونص فضة ام حبيبة الوحيدة اللي مهرها كان كيلو ونص دهب ايارة 24 النجاشي قال لك انت وكلتني وكلتني خلاص انا هتعامل بقى انا اللي هعمل مهر دفع المهر من معاه دفع كيلو ونص دهب ايارة 24 لامو حبيبة ملكة جماعة وبيدفع على قده كل وقت بيدفع على قده اه زواج ملوك بقى خالد بن سعيد بن العاص تقدم ما حيرد دلوقتي هو دلوقتي ايه حيرد تمام قال قد اجبتك الى ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجتو ام حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجوم الصحابة بقى شكرا يا جماعة كترخركم ربنا يبارك بارك الله ولكم بارك ولكم ويقوم ماشيين قال لهم ماشيين رحيم فين رحيم فين قال له خلاص هنمشي قال هل هناك عرص بغير وليمة هل هناك عرص بغير وليمة قال له يا الله كترخيرك ده كفاية ان انت اعني اه لا 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 افتح يا ابني وفتح لقوا وليمة النجاش بقى مش عايز اقول لكم كان فيه ايه في الوليمة ديت يعني وليمة عملاقة اعدت للصحابة الكرام واكرموا ايام اكرام في بيت النجاش وقصر النجاش رضي الله عنه ارضاه لدرجة ان النساء النجاشي زوجات النجاشي بعتوا لام حبيبة هدايا يعني المجتمع كله فرحان بدأ ام حبيبة يجي لها هدايا من زوجات النجاشي نفسهم قدي ايه كانت فرحة ام حبيبة ام حبيبة كانت في لحظة ما كانش معاها غير اساور دهب فضة اصورتين فضة وديتهم للجارية صارت مفلسة تماما وام حبيبة كانت مفلسة في هذه اللحظة من ثانية واحدة كان كل اللي معاها اساورتين فضة وديتهم للجارية من فرحتها بزواج النبي عليه السلام صار الان مش عارفة تلم الدهب اللي عندها مش عارفة تعمل ايه من كتر الدهب اللي بيجي لها لدرجة ان هي جابت الجارية تاني الجارية اللي هي جارية النجاشي اللي بشرتها قالت والله انا ما عرفتش اعمل معاك يواجب انا ما كانش معايا غيرهم قالت لا تعليلي فرحت لها شوف النجاشي ده ربعمائة جرائع ربعمائة دينار رحت اديتها خمسين دينار خمسين دينار طم المهر اديتهم لها هتلاقى خدي ده ليكي هتلاقى ايه دوت هتلاقى دهدية معلش انا المرة اللي فاتت ما قدرتش اديكي غير اساورتين فضلة والله ما كان معايا غيرهم هتلاقى انتي بتعملي ايه هتلاقى والله ما قبلهم ابدا طب الليه قالت لقد اوصاني الملك قال لا اثقل عليك الملك بيوصي عليك قال اوصاني الملك الا اثقل عليك ابدا فلا اقبل منك ذلك قالت لا طب انا عايزة كريمك اتلا عايزة تكرميني اطلب منك طلبا واحدا تعلمين انني اسلمت واني اسلمت واتمنى ان ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا انا مش هشوفه فاوصيك ام حبيبة اذا اردت انتو كافئيني اذا رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقري ايه مني السلام واخبريه عني واخبريه اني اسلم عليه وسليه ان يدعو ليه يا سلام ايه الجمال ده دي دي جارية جماعة قلنا الناس بعقلها مش بشغلتها جارية واعقل من كل الناس ومحبيبة ما نستهاش ابدا ومحبيبة هي رجع رجع ركبة السفينة ورجع بقى لما ترجع المدينة الجارية دي قبلتها قالت لا لا تنسي ما اوصيتك به يا ام حبيبة قالت لا انسى مين وانت تتنسي فاول ما رجعت ام حبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام حكيت له قصة كلها وقيت له الجارية بتسلم عليك فقال عليه الصلاة والسلام وعليها السلام ورحمة الله وبركاته فنالت دعوات بالسلام والرحمة والبركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام بعد كده حان وقت العودة لما قرروا بقى المهاجرين يرجعوا للمدينة كان في الوقت ده كانت سنة سبعة من الهجرة سبعة من الهجرة ابو سفياء النجاش عمل لهم سفينتين كبار سفينتين كبار للمهاجرين سفينتين فخمين اوي ورجعوا فعلا نزلوا وبعد كده راحوا نحية المدينة على طول خلاص ما احنا في المدينة دلوقتي لما قربوا من المدينة كانوا عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام سنة سبعة فين فخيبر بيفتح خيبر وعرفوا ان غزوة خيبر خلصت وانه انتصر على اليهود وده خبر سعيد جدا جدا لده كان معقل رهيب في المدينة وانه راجع فهم وصلوا قبله من المدينة واستنوا في عودته عليه الصلاة والسلام فالنبي لما رجع كان معاه فرحتين الفرحة الاولانية خيبر الفرحة التانية عودت مهاجري الحبشة لدرجة نوع كان فرحان اكتر حد فرحان بي مش امو حبيبا بقى سبحان الله معيني زوجته راجعة كان فرحان بجعفر جعفر ابن عمه بيحبه اوي 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 ان احب الناس اليه لدرجة نوع كان بيقارن بين خيبر وجعفر كان بيقول لا ادري بايهم افرح يعني انا اني حاجة افرح بخيبر ام بمقدم جعفر يعني مش عارفة ايه اللي بالنسبة لي احلى خيبر ولا جعفر ايه ده انت بتقارن بين خيبر دي عاملة زي اسرائيل كده وبينه بني ادم ايه ايه الشخص ده ايه جعفر مين جعفر اللي وصل المنزلة دي حاجة علي قوي وكان اللقاء بقى الرائع الجميل بام حبيبة ام حبيبة خدت استخبال حافل في المدينة طبعا المحبيبة بقى خصة طويلة استخبال حافل من من زوجات النبي عليه السلام ومن اهل المدينة واحتفى بها طبعا النبي عليه الصلاة والسلام تعرفين بقى اللي حصل ان سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاء تعرفين سيدنا عثمان قريب قريب ام حبيبة لانه اموي برضو وابو سفيان يبقى عمه يعني عثمان ابن عفان عمه ابو سفيان لانه من بني امية عثمان فحبيبة تبقى بنت عمه ابو سفيان لما جات ام حبيبة عمل وليمة تانية قالوا لا احنا ما اكرمناش بنتنا بقى معلش نكرم بنتنا بقى وليمة تانية يا ابني عمل وليمة على مقاس واسمان ابن عفان بقى وليمة 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 زواج واكرم يعني ام حبيبة وحاجة جميلة جدا 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 سبحان الله الخبار العجيبة اللي بتقرأ ان ابو سفيان نفسه لما علم بزواج النبي عليه الصلاة والسلام بهم حبيبة فرح فرح لانه عارف مهما كانت العداوة هم عارفين قدر النبي عليه الصلاة والسلام واتطمن على بنته ان هي مع النبي عليه الصلاة والسلام والله فرح قال هذا رجل لا يقدع عنفه لا يقدع عنفه يعني لا يرد ومثله يشرف يعني بعد كده اللي حصل ام حبيبة عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام حصل بعد كده كانت عارفين كان فيه صلح بين المسلمين وبين المشركين اللي هو صلح الحديبية ان ما يبقاش فيه حرب ما بيننا اللي حصل انه قريش نقضت الايه العهد دو فابو سفيان عرف انه طالما نقضنا الصلح النبي عليه الصلاة والسلام من حقه يجي يفتح المكة فخاف واحنا مش مستعدين لقتال فقال يعمل مبادرة يروح المدينة ويعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه يمد الهدنة وما يخرقهاش او يعني ما يفتحش مكة ويسمحهم على خرق الصلح اللي حصل دو فاضطر يروح المدينة ودخل بأمان فدخل للنبي عليه الصلاة والسلام ما ردش عليه لف على الصحابة حدش رد عليه فعرف ان كده ايه الدنيا صعبة طب يريح فين يروح عند مين مين يقبله مين يستقبله قال لك مفيش غير بنتي ما شفهاش من زمان من زمان ما شفهاش ويا ما شفتوش من زمان وخبت على بيت ام حبيبة الله فتحت لقيت ابوها ياه سنين السنين ما شفناش بعض استقبلته وكانت هدية في الاول معاه بس وقع الكفر وقع الاسلام وبعد كده دخلت دخلته عادي تعمل معاه كويس لكن اراد ابو سفيان يقعد بقى طبعا اصلا الغرفة ما فيهاش ما فيهاش غير فراش النبي عليه الصلاة والسلام بس هو ده المكان اللي تقعد عليه فابو سفيان عادي داخل يقعد بقى فلا فراش النبي عليه الصلاة والسلام فجاي يقعد عليه فأمه حبيبة راح اتلمت الفراش ومرضتش انه يقعد عليه فبصلها كده ايه بنتي بتعمل فيها كده فقال لي ممكن انا مش فيه حاجة غلط قال اغربت اراغبتي اراغبتي بي عن الفراش يعني الفراش مش قد مقامي اراغبتي بي عن الفراش يعني انا مقامي اعلم الفراش دوت فيعني ما يصح الشابوية يقعد على حاجة بسيطة زي كده ام راغبتي بالفراش عني ولا الفراش انا ما ينفعش اقعد عليه عشان هو احسن مني فردت عليه على طول قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت رجل مشرك فلم أحب أن تجلس عليه يا الله يا الله على القوة يا الله على الولاء والبراء يا الله على حب الإسلام والتمسك به يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لو كان أبو سفيان دخل كان يقعده مكانه عادي بس هي بقى تقول لك لا والله مرضاها أبدا لا ما يعودش مكان النبي عليه الصلاة والسلام ده أبوها ما شافتوش بقالها سنين يعني ومهما كان برضو الأب أب بس سبحان الله مشهد تصدم أبو سفيان تصدم بنتي تعمل فيها كده فقال لقد أصابك بعد شر يا بنيتي قالت لا والله ما أصابني شر بل أصابني كل الخير لقد هداني الله للإيمان وأكرمني وأنا وعلي بالإسلام طالع أبو سفيان نكلمش عارف أنه كده خلاص أنا عايزك عايزك تبيه كده الموحدة تقول لك إيه اللي أنت عملاه في نفسك ده إيه النخاب ده وإيه وإيه التشدد اللي أنت فيه إنت الدنيا بازت معاك لا ما بازتش ده ربنا أكرمني بالهداء ده عقبالك ربنا بنهديك زي لما تحسي بالنعيم اللي أنا فيه تخليش وعدة تهددك فيش وعدة تحسزك أن أنت فيه لا إيه ده اللي عملتي في نفسك ده يا بنتي ده أنت كنت زي الأمر يا بنتي ده أنت كنت الجامعة كلها تلف حواليك يا بنتي ده أنت كنت لو تشوري كده بس يجيلك أحلى عريس إيه ليه كده ردي على طول ما تنكمشيش لا مين مين قالك أنا أحسن يا ريت ده أنا ندمان على الأيام ديت أنا الآن في خير الحمد لله أنمنا علي بالهداء والالتزام والاستقامة وعقبالك عاشت المحبيب بعد كده فترة لغاية ما النبي عليه الصلاة والسلام فعلا راح يفتح مكة وفي الفترة ديت حصل أحد أجمل أخبار اللي سمعتها ومحبيبه في حياتها إن أبو سفيان أسلم أخيرا بزكاء النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر أبو سفيان هو بيفتح مكة وقال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن أبو سفيان انتشى كده وحس النبي ده الوضع وشوفه كم حركة زكاية بيعملها حركة زكاية مع النجاشي حركة زكاية مع أبو سفيان فكرة دعوة يا جماعة الدعوة زكاية مش كلمة بترميها وخلاص تم أنا ممكن أرمي كلام زي ما أنا عايز بس في فنيات بتنكسب بيها الناس في حركات دعوية أكسب بيها قلبك يقول لك إستنى بأكلمها وهي ما بتعبرنيش لا دي مفهاش خير أنت اللي بتتكلمي مش كويس أنت مش عارفة تعملي مواقف تكسبي بيها في أرضية مواقف بنعملها بنكسب بيها الناس أوصيكم سمع درسين ليه يسمون فن الدعوة الفردية واحد واثنين بتبقوا على يوتيوب فن الدعوة الفردية هنعرف إن إحنا اللي بنغلط أحيانا بصوا الكلام كبر أبو سفيان دخل في الإسلام فأم وحبيبة مش عايز أقول لك الفرحة اللي هي فيها أبوها دخل في الإسلام وبقى استقابلته ولما راحت بقى مكة أحلى استقبال وحرارة اللقاء والحب والأحضان أبوها كان أبوها كان ميت ورجع لها بعد فترة حصل خبر صادم لأم حبيبة تألمت بي جدا دخلوا إيه الخبر ده عشان تعرفوا أم حبيبة دي قدي امرأة وفية نقية وصلها خبر وفاة النجاشي يا الله طبعا أنتم متوقعين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا في خبر كان صعب قبليه النجاشي مات النجاشي اللي أكرمها وأحسن إليها النجاشي اللي عمل فرحي اللي دي يد عليها وانسهاش اللي دفع مهري حزن رهيب بكت بكاء على النجاشي ما بكتوش على قرأيبها بكت بكاء عن النجاشي رهيب وتألمت جدا لموت النجاشي وبعد كده حصلت المصيبة الأكبر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وازداد ألم أم حبيبة ولكن بعد ذلك عاشت فترة طويلة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام برضو عاشت زي جوايرية وصلت إلى خلافة معاوية بس ماتت قبل جوايرية بنت الحارس جوايرية ماتت سنة خمسين من الهجرة ومحبيبة ماتت سنة أربعة واربعين من الهجرة من الهجرة في خلافة أخيها معاوية طبعا المعاوية ده أخوها أخوها كان خليفة كانت بقى محبيبة بتتعامل معاملة الملوك دي أخت الخليفة يعني دخلوا وضعوا محبيبة في الدولة عملت زي بس ما زالت هي أمو حبيبة متواضعة تقية نقية طيبة لا تعوجت ولا تكبرت ولا أنا مرات الرسول وأخت الخليفة ولا تحس بأي حاجة هاينا لقينا طيبة بص بأقول لكم دليل على تواضع أمو حبيبة رغم أن هي تمكن تقول ده أنا مرات أخت الخليفة وأنا زوجة فلان وأنا 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 بنت أبو سفيان رغم ذلك عشان تعرفوا قد دي كانت عاشت متواضعة طيبة رقيقة لما حضرتها الوافع آخر موقف هنقوله لما حضرتها الوفاة عملت أمو حبيبة دي امرأ من أخت الخليفة أخت الملك معاوية بنت أبو سفيان زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى عائشة عائشة اللي هي أصغر منها ودعتها وهي خلاص في الآخر قالت عائشة أعلم أنه قد حصل بيني وبينك بينك مواقف بسبب الغيرة لا يسلم منها الضرائر وإن يا عائشة أسألك بالله أسألك بالله أن تحليني من أي إساءة وقعت مني إليك أو أي موقف أغضبك مني وقالت عائشة والله يا أمو حبيبة يعني إيه قد جعلتك في حل من كل شيء مين يزعل منك وأنا مزعلانة أصلا وأنا قلب أبيض إحنا آه بيحصل بيننا حاجات زي الضرائر عادي بس عمرت القلوب سليمة وأنا أزعل منك ليه أتلقى كالترخيرك ماشت عائشة أتلقى إذا أطلب منك طلب ادعي لي أمو سلمة جابت أمو سلمة وقالت لها نفس الكلام أتلقى أمو سلمة أنا عارفة بيني وبينك عشان إحنا ضرائر ممكن حصل مواقف دايقتك مني أو يمكن كلمة زعلتك أو حاجة أنت زعلانة مني في حاجة أمو سلمة هتلقى أبدا أنا أزعل منك في إيه ده خلاص الأمور دي بسيطة والقلوب صفية وما فيش حاجة أمو حبيبة فبسطة أمو حبيبة سبحانه ربما دعيتش غير أمو كأنها بس يمكن حصل موقف موقفين معايش أمو سلمة بس فيش حد تاني زعلانة من أمو حبيبة وماتت راضية مرضية في خلافة معاوية وماتت وهي مش عايزة من حد حاجة ولا حد عايز منها حاجة الله على الستة الجميلة اللي تموت وهي مصفية حسابتها أو ما تكونش لها حسابات مع حد أصلا تخيلوا بقى إحنا عايزين نعتزل لكم واحد قبل ما نموت يا الله كم واحدة قلت عليها كلام وكم واحدة زعلانة منك وكم واحدة اغتبتيها وكم واحدة سأتي لها وكم واحدة تنمرتي عليها وكم واحدة عملتي فيها اسفين وكم واحدة عملت فيها مكيدة الحساب هيبقت قوي 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 وحنندم عند الموت ومش هتلاقي ساعتها تعرفش هتعرفت جيبيهم ولو جيبتيهم ما نعرفش هيسمحونا ولا لأ فمن دلوقتي نتخفف من أي حاجة بينا وبين الناس نتخفف من الأحمال ديت عشان ما يبقاش فيه مفاجآت يوم واليامة مع أجمل مرأة اللي تعيش خفيفة وتموت خفيفة ولو زعلت من حد أو زعلت حد تعتزل لي بسرعة علشان النفوس تصفى قبل أن لا يكون درهم ولا دينار ماتت أم حبيبة الطيبة الجميلة كده خدنا قصتين النهاردة جويرية بنت الحارس الجميلة وأم حبيبة الجميلة يا رب اجمعنا مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى يا رب اجعل كل بنات المسلمين مثل يعني أخلاء وأدب وتقوى ودين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يا رب اجمعنا بهم ولو بحبنا لهم الحمد لله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد وليل أنت أستغفر وكتب إليك سلام عليكم أشهد وليل أنت أستغفر وكتب إليك